فريم بتساعد في جعل منشوراتك أكثر جاذبية للمشاهدين بنستخدم الفريم في إنشاء منشورات للسوشيال ميديا في عمل الربريزنتيشن وتصميم الإعلانات وعمل الرسومات البيانية وكمان بنستخدمها في عرض المنتجات بشكل احترافي لمتجرك الإلكتروني موقع كانفا بيوفر مجموعة كبيرة متنوعة من الفريم نقدر نستخدمها في أي تصميم نقدر نضيف سور أو فيديوهات وكمان نقدر نصمم فريم خاص بينا من البداية إزاي نصمم فريم مميز من البداية هنستخدم تطبيق فريم ميكر من داخل موقع كانفا تطبيق فريم ميكر بيسمح لنا بتصميم فريمز مخصصة وغير متواجدة على موقع كانفا هتساعدك في تمييز تصميمك وتصميم لوجو مميز وفريد وكمان نقدر نعمل فريمز وانباحها كمنتجات رقمية تابعوا معي لآخر الفيديو معاكم منا محمود هشارك معاكم كل ما يخص صناعة المحتوى والتصميم والتسويق اشترك في قناة منا محمود وفعل الجرس علشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة عندنا طريقتين علشان ندخل على تطبيق فريم ميكر هندخل على موقع كانفا من الصفحة الرئيسية هنضغط على أبس هنكتب في السورش اسم التطبيق فريم ميكر نضغط على إنتر ده شكل التطبيق هنضغط عليه هضغط على يوز نيو ديزاين ونختار مقاس التصميم هاختار انستجرام بوست هيفتح لي الإدتر وده شكل التطبيق الطريقة التانية هارجع تاني لصفحة الهوم وأفتح أي تصميم أنا كنت شغال عليه قبل كده فهفتح مثلا البروجيكت ده هروح على الأبس واكتب في السورش فريم ميكر هضغط على التطبيق هيبدأ ان هو يفتحه لي بالشكل ده هارجع تاني للتصميم الجديد ونبدأ نتعرف ازاي نستخدم تطبيق فريم ميكر أول حاجة عندنا البريفيو أول شيب عندنا المثلث عندنا سري بوينت أساسية نقدر ان احنا نحرك أي بوينت بالشكل ده هيبدأ ان هو يغير لي شكل المثلث أقدر ان انا أشد البوينت كده أشدها كده بالشكل ده بيبدأ ان هو يغير لي شكل الشيب ممكن ان انا أعمل بالشكل ده يبقى انا بحرك البوينت في أي مكان انا عايزي طيب انا عايزة اضيف بوينت جديدة وأخليه ما يكونش نفس شكل المثلث مثلا هاجي أضغط في أي مكان كده واضغط دبل كليك بالماوس هيبدأ ان هو ينشئ لي بوينت جديدة طيب أقدر ان انا أضيف بوينت تانية مثلا هنا هاضغط كده دبل كليك هيبدأ ان هو يعمل لي بوينت تانية ممكن اضغط كده هيعمل لي بوينت كمان يبقى اقدر اضيف أكتر من بوينت نبدأ ان احنا نشد الشكل بالشكل ده هيبدأ يعمل لي أشكال مختلفة ومش متواجدة ونقدر ان احنا نعمل الشكل اللي احنا عايزينه مثلا بالشكل ده نعمله بالشكل ده كده عايزة اضيف بوينت تانية هاضغط هنا اهو وابدأ ان انا اغير زي ما انا عايزة طيب عايزة احذف بوينت هاضغط على هيبدأ يفتح لي كل البوينت لو ضغطت على الاكس كده هيبدأ ان هو يحذفها لو ضغطت هنا مثلا كده هيبدأ يحذفها بعد ما خلص مسح البوينت اضغط على done هيبقى بالشكل ده وابدأ ان انا اسحب البوينت في المكان اللي انا عايزة الgrade snapping دي المفروض ان احنا نكون مفعالينها علشان بيساعدنا في التحكم في الشكل ايه هي الgrade snapping لو انا قفلتها كده هيبدأ ان هو يحذف لي الpoint اللي انا كنت بحدد ويبدأ الpoint بتكون بطريقة غير دقيقة لو انا فعلت الgrade snapping بيبدأ ان هو يديني point علشان اقدر ان انا احرك الpoint بطريقة اضغط وتكون سهلة في تحكم الpoint عايزة ازود عدد الgrade لو انا شدت كده هيبدأ ان هو يبدأ يزود لي عدد الpoint ممكن ان انا اقلل الgrade بالشكل ده طبعا على حسب ما انا عايزة فدي حاجة مش اساسية في التصميم بتاعي بعد كده عندنا ودي هنتعرف عليها تلوقتي ده كده شكل الفريم بتاعي هضغط على add to design هيبدأ ان هو يضاف داخل الفريم نبدأ ان احنا نكبر او نصغر الفريم زي ما احنا عايزين مثلا انا هخليه بالشكل ده كده وهضيفه في نصف البيج وهنبدأ نعرف ازاي نضيف فيديوهات او صور داخل الفريم هفتح بيج جديدة وارجع اشوف الشيبس هضغط على عندنا شيبس كتير دي شيبس اساسية نقدر ان احنا نختار اي شيب مثلا هاختار الشيب ده ونبدأ ان احنا نحرك في المكان اللي احنا عايزين ونبدأ ان احركها كده ونشد البوينت ونعمل ديزاين مختلف وشيب احنا عايزينه مختلف ممكن نضيف بوينت بالشكل ده كده ممكن احنا نزود الجريد كولم علشان يكون واضح بالنسبة واضغط على add to design وابدأ ان انا اشده من الجوانب علشان اكبر شكل الفريم ازاي اضيف صور او فيديوهات داخل الفريم هنروح على upload ونبدأ نرفع الصور او الفيديوهات او ممكن نستخدم صور وفيديوهات من داخل موقع canva هنضغط على elements ونكتب في search مثلا flower ونضغط على photos هيبدأ يظهر لنا صور دلة عن flower نبدأ نختار الصورة اي صورة عليها crown دي تبع الخطة المدفوعة مثلا هاختار الصورة دي هبدأ ان انا اشدها واضفها داخل الفريم بالشكل ده لو ضغطت على الصورة double click هبدأ ان انا اعمل لها crop لو عاوز اعمل تعديل على الصورة هضغط على الصورة وضغط على edit image وابدأ اضف لها مثلا تأثير هضغط على بلور وضغط على whole image وابدأ ان انا ازود مثلا ده مثلا مناسب ليا اضغط على back هيكون بالشكل ده ممكن ان انا اضيف filter بالشكل ده مسلا ممكن نعمل لها address ممكن نعمل لها auto address وده الشكل النهائي ازاي ان انا اضيف فيديو داخل الفريم هروح على elements واكتب في search مثلا c وضغط على enter واضغط على videos وابدأ اختار الفيديو هبدأ اشد الفيديو بالشكل ده واضيفه داخل الفريم او ممكن استخدم فيديو انا ارفعه على موقع canva هدغط على الفيديو واضغط على edit video وابدأ ان انا اغير له الفلتر لو انا عايزة اضيف filter للفيديو ولو ضغط على trim الاس ابدأ ان انا اختار مثلا مدة الفيديو او اللقطة بس اللي انا عاوزها بالشكل ده كده مثلا انا عايزة اللقطة دي واضغط على done ازاي نعمل logo باستخدام الفريم هنضغط على add page ونضيف page جديدة وهنروح على تطبيق frame maker وهضغط على shape ومن ال shape هضغط على see all وابدأ اختار شكل frame مختلف هاختار مثلا الفريم ده هبدأ ان انا احرك كده ال point بالشكل ده وابدأ ان انا اعمل اللوجو اللي انا عايزة هخليه مثلا بالشكل ده واضغط على add to design بالشكل ده هبدأ ان انا اشد اللوجو كده هضغط على color وبدل ما انا اضيف صورة داخل الفريم انا هحول الفريم لcolor يعني مثلا لو عايزة solid color هيبقى بالشكل ده انا هاختار gradient color مثلا بالشكل ده واضغط على add a text box وابدأ اضيف اسم اللوجو هبدأ اشد النص بالشكل ده هضغط على text واروح على font وابدأ اغير نوع الخط مثلا هاختار نوع الخط ده وعلشان اسهل التصميم بتاعي هضغط على copy style واضغط على text التاني هيبدأ ان هو يحول لي لنفس نوع الخط اختار text color على حسب design بتاعي علشان نحفظ اللوجو بتاعنا هضغط على share واضغط على download وهروح على file type هاختار bng ولو انا على canva pro هاختار transparent background علشان ينزل لي اللوجو بدون خلفية واضغط على download والframe اللي داخل الصورة هضغط على share واضغط على download واختار file type bng واضغط على download الفريم اللي داخل الفيديو ده لازم ان هو ينزل فيديو فهضغط على share واضغط على download واختار file type mp4 video واضغط على download ازاي ابيع الفريم اللي انا صممتها كمنتجات رقمية بعد ما صممنا الفريم ممكن استفاد من تصميمتي وابدأ ابيح على مواقع الخدمات او موقع او اتسي او في مواقع كتير او ممكن نعمل instagram اكاونت وعرض منتجاتي وابحل اكتر من شخص انا عملت اكتر من فريم وعايزة اخلي اي شخص يوصل للقالب ويستخدمه من غير ما يعدل على النسخة الاصلية وده هيساعدني اني ابيع القالب لاكتر من شخص هضغط على share وبعدها اضغط على more وهضغط على template link وضغط على create template link هيبدأ ينشئ لي رابط اي حد هيدخل عن طريق الرابط ده يقدر انه هو يحصل على access للفريم من غير ما يعدل على النسخة الاصلية هناخد copy وهفتح براوزر تاني ونشوف هيزهر ازاي هيزهر لي بالشكل ده علشان استخدمه هضغط على use template for new design لازم ادخل بحساب canva وابدأ اعدل ومش هيتغير اي حاجة من التصميم الاصلي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمله share للفيديو ولو فيه اي فكرة حابين ننفذها اكتبوها لي في comments وانت زروني فيديو جديد